السلام عليكم اسمحوا لي أن أحكي لكم تجربتي كنت مثلكم تتزاحم علي الأشغال والواجبات أظل أنتظر وقتا لصفاء روحي وغذاء قلبي حتى ينقضي يومي فأمني نفسي بيوم غد لعلي أجد فيه وقتا له ربما أرى أحدا يرتل آياته فيحترخ قلبي شوقا لمصحفي وأكفكف عباراتي قائلا هوني عليك يا نفس فلست مشغولة بلهو أو بباطل بل بطاعة وبر ودعوة وخير وتمضي الأيام بعدها بدأ قلبي يقص ونوره يخب أشعر أني أتراجع يضعف إيماني وتزداد غفلتي ولازلت أقول لنفسي لا عليك يا نفس فأنت معذورة وربك يعلم حالك وأشغالك ويوما ظهلت حين تأملت قول ربي سبحانه وتعالى علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله نعم يا رب قد علمت حالهم وأمراضهم وأشغالهم في أسفارهم أو انهماكهم في حرب عدوهم فبما توصيهم قال تعالى فقرأوا ما تيسر منه عجبا يأذن لهم ربنا أن يجمعوا الصلاة بل ويقصروها وأن يفطروا في نهار رمضان لكن لا تنقطعوا عن ترتي لكلام ربكم فما هو عذري أنا وما هو عذرك أنت كأني أقرأها لأول مرة ولكن ماذا أعمل فأنا حقا لا أجد وقتا تأملت يومي وأعمالي زوجة أولاد عمل جلسة مع الأهل وأعمال أخرى كثيرة إضافة إلى عملي وواجباتي خارج البيت ولا أنسى طبعا قراءة رصائل الأحباب على الفيسبوك والواتساب ثم أنام متعبا لا أخفيكم خجلت من نفسي كثيرا أيعقل أن أجد وقتا لكل هذه الأشياء ولا أجد نصف ساعة لتلاوة وردي حينها فقط علمت كم كنت أكذب على نفسي وكان قرارا حاسما غير مجرى حياتي وأعاد إليها النور من جديد كلما هممت أن أحمل مصحفي توافتت أعذاري فلاح لي قول ربي تعالى فقرأوا ما تيسر منه وكلما تزاحمت أشغالي فلا أدري أيها خير لي بدى لي قول ربي سبحانه وتعالى هو خير مما يجمعون فأخي الحبيب لا تنتظر أن تنهي أعمالك لتجد وقتا للقرآن بل ابدأ به يكرمك الله تبارك وتعالى بباركة في أوقاتك وأعمالك وجهدك وطاقتك ألم تسمى قول ربك سبحانه اقرأ وربك الأكرم في الحقيقة لسنا بحاجة إلى وقت بل نحن بحاجة إلى عزم صادق ورفقة صالحة فأسأل الله العلي العظيم لكل من نشر هذا المقطع أن يجعل القرآن ربيع قلبه ونور صدره وجلاء همه وحزنه ترجمة نانسي قنقر